الآن أقدم بقى أستاذي أنا أستاذ الدكتور إهاب خيري أول ساكشن أطفال كان أستاذ الدكتور إهاب أول حاجة في الأطفال خالص فقدم بقى أستاذ الدكتور إهاب أستاذ ساب الأطفال ورئيس الوحدة التغذية في الأطفال في جامعة عين شمس لمحاضرة إن شاء الله تحت عنوان فلرس of bone health and children فضلك فتح المايك بسم الله الرحمن الرحيم طبعا في البداية برحب بحضراتكم جميعا والحقيقة يعني سعيد إن إحنا وصلنا لهذا التايم ولسه في حضور بصراحة ربنا يكرمكم كده ناس مطابرين معانا ولكن والله الجلسة دي أوعدكم إن التوكس كلها الجلسة دي إن شاء الله كلها تبقى حاجات practical وكويسة أنا هتكلم هل لم ترونها أيضا؟ هذا اللابتوب فيه حاجة ما هو يقول ليه حاجة فهو اللابتوب لأنا بديري فهو شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة كلنا عارفين كويس قوي أن المشاهدة عبارة عن 206 بونز 630 مصر وفيه مباشرة وظائف المشاهدة كلنا عارفين أنه مهمة للحركة البونز فيها البون مالو وتعتبر ريزرفوار لكثير من المنورالز بجرانب أن البونز أغلبها تبقى سواء للبين، للهارت، للتشيست أو للآخر النهاردة لو بصنا على الكمبوزيشن لا أعرف شكرا للمشاهدة لو فكرنا في الكمبوزيشن سنجد 33% منه والكولوجين و39% والفوسفر والباقي والكولوجين الحقيقة كلنا عارفين أن الكولوجين يعمل صفت للبون ويترصب عليه المنورالز على حاجة اسمها هيدروكسي أباتايت كريستل وجود الكولوجين والمينورالز الكولوجين تدّي للبون الصفتنس والمينورالز تدّيله الصفتنس وبالتالي تجعله يقدر تقوى أي استرس كلاعنا عارفين أن البون formation بيتم بالاوستيو بلاسط والresort لو في المعامف أكثر فأنا لدي البون زيب لو فأنا لدي فأنا لدي المنورب البرون أولا هناك ثلاثة أو ثلاثة فاس لبون التعليق البون الأولى 界 وهي باللون الأورنج وهي اسمها Phase of Growth وهي حصل فيها أن البون تنظر أكثر من البون ويحصل أكثر في اللنث والوائد من البون يعني البون تتكون في هذه الفترة بعد ذلك نصل إلى المرحلة الثانية وهي اسمها المودلينج فيز المودلينج فيز فيها البون يكبر في اللنث ولكن يقدر البون يزيد الماس ويزيد في الثانية بالذات لو تعرض لي أي سترس أو اكسرسيز عشان كده لو خدنا بالنا إن مرحلة دي تنتهي عند سن 30 سنة يعني سيادتك البون بتاعتك بتبدأ معاك وتوصل للبيك بتاعتها حوالي عند 30 سنة بعد كده نخش في مرحلة الريمودلينج فيز الريمودلينج بيبتدي يحصل البون بيبقى إن مرحلة الريمودلينج بيبقى عشان يحسن الشيب بتاعه لو حصل أي ديفورمتي أو أي ميكرو فراكشور وعشان يحصل دايما رينيوال للبون وده مهم للكالسيوم والفوسفرس خدنا بالنا إن الكلام ده بيحصل تقريباً بعد سن 30 سنة وفي مرحلة الريمودلينج بيحصل ديكريس في مرحلة الريمودلينج بيبقى لغاية ما بعد 60-65 سنة تقل تماماً الريمودلينج بيبقى إذن لو بصينا معنا في ثلاثة كريتيكال بيريود للبون عندنا المرحلة الأولى بتبدأ من الانترايوتراين لايف up to 20-30 سنة المرحلة دي هي فرصتك الوحيدة إنك تعمل very good bone mass إنك تعمل precipitation للمنرال وتقدر تعمل hard bone ويبقى عندك big bone mass المرحلة التانية اللي هتبدأ بعد سن المرحلة التانية اللي هتبدأ من سن 20-40 سنة اسمها bone maintenance هنا البون بتاعك فيه maintenance للbone mass المرحلة التالتة اللي هي هيبتدي فيها يحصل bone loss بتبدأ من بعد 40 سنة وهتحصل وهتحصل وجراديوالي البون mass هتقل لغاية ما تدخل في osteoporosis بصوا الفرق بقى بين حاجتين الخط اللي فوق ده سواء male أو female دي كان عندهم good bone mass بصوا وصلوا للبيت bone mass كماذا؟ ولما دخلوا في المرحلة بتاع bone loss كان عندهم bone mass still كويسة فابتدت bone mass تقل gradually لكن ما دخلوش في osteoporosis إنما لو سيادتك عندك sub optimal bone formation من بداية حياتك هيبقى عندك bone big bone mass قليلة أول ما تعد 40 سنة يبتدي عندك bone loss وتبتدي تدخل في osteoporosis بدري جدا يعني bone mass should be formed صح بدء من الانتراوترين life طيب وادوليسا سيكون لي أعظم افكت انه يقلل وجود الرئيس في childhood ويقلل وجود osteoporosis بعد بعد حسنا ما هي الفاكتورز التي تأثر على bone health والbone growth البون growth في نوعين اللنس اللوان عظمة تزيد في اللنس يأثر عليها الحاجات التي قدامنا الهرمون growth hormone insulin growth factor 1 thyroid andro estrogens كل يزود البون growth يمكن عدو البون الذي يقلل في الهرمون corticosteroid genetic factor مهم هنا مهم الgenetic potential لللنس وارث جينات ستخليني أبقى tall stature أبقى short stature وردو عندنا وجود chronic inflammation يطلع بعض inflammatory cytokines that will inhibit growth or linear growth of bone أي stress على bone يتزود weight bearing activity تزود increase في bone length حسنا الآخر أهم أحب أتكلم عنها nutrients هل هناك nutrients أنا أحتاجها لكي البون يزيد في length أه first of all محتاج energy number 2 محتاج 2 elements مهمين أوي zinc zinc and protein أهم 2 elements مهمين لل linear growth of bone يساعدهم الكالسيوم وفيتامين D وفيتامين K2 والفوسفرس والماغنيزيوم لكن zinc hardness of bone أو mineral في bone ماذا يؤثر عليها لدينا شيء كثير قوي لغاية موصل لل bone mass سيكون التأثير الذي يؤثر معي genetic factor بالذات التي هي الـ vitamin D receptor barathyroid receptor gene estrogen receptor gene سيؤثر بعض nutrients التي ستكلم عليها physical activity تأثر الجنادة الاستيرويد تساعد على gaining bone mass لغاية ما وصل لل big bone mass وصلت لها التأثير بعد كده سيبقى الحكتين رئيسيتين physical activity and nutrients لغاية ما نوصل بالذات في الـ females لسن 45 50 ستبدأ المينيبوز ويبتدي قل sex hormones ويبقى لدي تأثير على أنه يقلل bone mass طيب 8 nutrients اللي بتساعد فعلا على bone health عندنا طبعا الـ vitamins اللي دخلة في calcium phosphorus metabolism في ثلاثة vitamins vitamin D وهتكلم عليه vitamin K 2 وهتكلم عليه vitamin C مش هتكلم عليه بس ايه علاقته بالcalcium phosphorus metabolism الـ calcium absorbent اكتر في وجود اي reducing substance وvitamin C ascorbic acid له reducing effect وبالتالي يساعد على absorption of calcium طبعا مهمة قوي عندي bone forming minerals وعلى رأسهم calcium وال phosphorus لكن الكبر وال magnesium وال zinc لهم دور محتاج بروتين وامين واسد عشان اكون collagen of bone وفوق كل محتاج طبعا energy دول الـ nutrients اللي محتاجهم لي bone mass formation تمام يعني في حاجات محتاجها للـ linear growth أهم 2 nutrients بجانب energy protein وزنك إنما عشان أعمل bone mass محتاج nutrients اللي قداني سأبدأ أول حاجة عن calcium كلنا عارفين ان calcium requirements اول 6 200 mg per day من 6 إلى 12 نأخذ 260 mg per day الطفل من سنة لأربعة سنين محتاج 500 mg من أربعة لأربعة محتاج 600 من ثمانية لأربعة 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 محتاج 1,000 مل هذه الـ nutrients التي فيها الكالسيوم أشهرها fish bones وكالسيوم والميك وكالسيوم والميك والضيان وطعام وبعض المنزل وهنا الكالسيوم والكالسيوم في وعلي الكالسيوم يزيد عندما يكون ضييفة درمي الحق والكالسيوم الـ 2 إلى 1 الذي هو تساعد ضييفة وكالسيوم بالتأكد الـ طب إيه علاقة الانستاينال مايكروبيوتا بالكالسيوم بوجود الانستاينال مايكروبيوتا بيقدر يعمل فرمنتشن لبريبيوتكس أو للفايبر ويطلع شورتة شين فاتي أسد بتساعد على الأبزوربشن أوف كالسيوم على النقيد بقى اللي يقلل الكالسيوم موجود البالميتك أسد وطبعا اتهاريته كلام عن الملك فات وعن البالميتك أسد الفري اللي بياخد الكالسيوم وينزل بيه في السطول برضو عندنا الفايتات والأجزالات اللي في الفيشتابولز الهاي فوسفرس كونتينت زي اللي موجود فيه البريست ملك اوكي الاتنين يوتريانس اللي هتكلم بتركيز عليهم شوية فيتامين دي وفايتامين كي تو فيتامين دي كلنا عارفين ان السورس بتاعته تسعين في المية من احتياجي من فيتامين دي باخده منين من الصان لايت وعشرة في المية فقط من الدايت التسعين في المية اللي جايين من الصان لايت بتفرق معايا طبعا السن الصغير بيستفيد بالصان لايت اكتر الفير كالرد سكن بيستفيد اكتر من الدارك كالرد لازم يكون 20% من الجسم اكسبوز يعني لابس حاجة كاتو وشورتو مفيش حاجة على راسي الوقت من الصغير طبعا اكتر الفايدة في السبرينج والسمر والوقت من الصغير في اليوم انت بحتاج توقف من 5 ل 10 دايق ما بين الصاعة 10 الصبح و 3 الظهر طبعا لو جينا بقى للملك للأسف الهومن ملك رغم كل ما يحتويه من فوائد فهو ديفيشنت ان فيتامين دي يحتوي على من 2200 انترناشونال يونت بير ليتر وده بعيد جدا عن احتياج الطفل العادي الكاو ملك اسوأ واضل سبيلا كل اللي فيه 24 انترناشونال يونت بير ليتر يعني عشان ادي احتياج الطفل اديه حوالي 19 لتر في اليوم الفورمولا هي اللي ممكن يكون عندي اللتر فيه 400 انترناشونال يونت بس عشان اعتمد على الكمية اللي في الفورمولا لازم يكون الطفل واسط انه بياخد 1 ليتر برد دي لستة بالفودز اللي فيها فيتامين دي طبعا اهمهم الفاتي فيش والإيج يولت والفورتيفايد ميلك والأورنج جوز والفورتيفايد سيريال وبعض الانفانت فورمولا طبعا الكود ليفر اويل اعلاهم ولكن مش هيكلوا طفل اوكي الريكمماند انتاك الدي الريكممانديشن اللي طلعه بتقول ان المست ويدلي اكسبتب ابروش تو بلد هلسي فيتامين دي ستورس هو نديره فيتامين دي سبلمنتاشن لازم ياخد فيتامين دي سبلمنتاشن الطفل اللي اكسكلوزيبلي بريست فد من سنس بيرث ويالتاك فيتامين دي سبلمنتاشن اتليست لغاية سن سنة الطفل الفورمولا فد لو بياخد اقل من اللتر ستورسيبلي بيتامين دي سبلمنتاشن الكلام ده زي ما قلت ان من زيرو الاثناشر بناخد ربعمائة انترناشن اليونت بير دي من سنة لتمنتاشر سنة ستمائة انترناشن اليونت بير دي اوكي لو حبينا نعمل اسسيسمنت لفايتامين دي كلكم عارف طبعا كلام مش جديد ان البيتاس هو الـ 25 هيدروكسي كوليكال سفيرول كل سوسيتي طلع به ارقام مختلفة عن التانية بتوع الاندوكراين ياران ضليهم رأي بتوع مش عارف النيوتريشن ليهم رأي ميت سوسيتي تلعب ميت حاجة احنا بنعتمد على ايه على الجدول اللي انا حطه تحت ده الواحد كلنا بنعتمد عليه ان لو الرقم تحت العشرين من عشرين من عشرين لتلاتين فوق التلاتين بيعتبر و عشان تبقوا عارفين كام خمسين نانو جرام بر مليليتر اشمعنا اخترنا رقم خمسين ده يبقى الايديال سمبلي لانه الرقم اللي عنده البراثيرويد هرمون لن يستمولي فيتامين ده يعتبر ايديال لما اوصل لليفل خلاص براثيرويد هرمون لن يستمولي طيب طبعا فيتامين ده البراثيرويد هرمون اسبابها كثير قوي انا مش اخط ان البراثيرويد والمال عبسوربشن و البراثيرويد وال وال البراثيرويد وبعد الدراج زي الانتي تبيركلاس والانتي البراثيرويد اللي بيكسروا الاكتف فورم فيتامين دي لكن انا كراجل بكلم على ديفيشانت انتيك يهمني حاجتين ان ديفيشانت انتيك ان دايت اني بستعمل ملك انفورتيفايد او انا باخد لبدي الطفل بريست ملك من غير سبليمنتيشن او اللاك اكسبوجر تو الترافيرويد رايز ساكن في مكان ما بيوصلوش الشمس او دارك سكين طفل ده ممكن يحصلو نقص فيتامين دي طبعا اللي بيساعد على كده حاجات كتير قوي ان الاربوليوشن بيساعد استعمال السنبلوك اللي الاس بي اف بتاعه اكتر من عشرين بيساعد الابيزيتي بتساعد وطبعا عندنا زي ما قلنا بعض الدراجز زي الانتي تيبركلس والانتي كونفولزن بتساعد هل فيتامين دي ديفيشنسي is a common problem ده بيسموها تقريبا it is a pandemic ان فيه فيتامين دي ديفيشنسي طولة العالم is vitamin ديفيشنسي دي استاديت عملت على الميدل است دول الالدري ودي الاطفال بصوا انا في مصر 72% من الالدري عندهم فيتامين دي ديفيشنسي و الفيميل بسم الله ما شاء الله 72% منهم يعانوا فيتامين دي ديفيشنسي دول دول بالله عليكم دول هايجيبون لدينا عيال عندها فيتامين دي كويس منين فاقد الشيء لا يعطي الاطفال عندنا 11.5 والاستادي دي كتتقديمة شوية برضو دي الوح اخر واحدة لقيتها معمولة اعتقد الرقم دلوقتي اعلى من كده بشوية حلو طيب طبعا النتيجة التي ستحصل سيحصل عندنا نقص فيتامين دي هيؤدي الى ريكتز وكلكم طبعا عارف الريكتز الفكرة باختصار ان الاطفال التي ستبقى عندها نورمال فيتامين دي هتبقى سعيدة يا دكتور خليل كده زي الاطفال اللي ناحية اليمين انما الاخرين سيبقوا ياما عندهم deformity ياما delayed motor عندنا osteopenia او x-ray picture بتاعتها والfractures والdeformities اللي موجودة اوكي نمنع ازاي اهم حاجة ان احنا عندنا ناخد وقت كده نقعد في الشمس حلو خمس عشر دقايق من غير ايا خليل لا ما قلتش من غير هدوم يا خليل ما ما بوضليش الدنيا انا قلت فقط نقعد كده خلاص لكن من غير sunblock تمام خمس لعشر دقايق فقط لغير الحاجة اللي تقالت ان في بعض الناس بيقولوا يا جماعة طب لو انت مش هتقدر في الشتاء خالص تتعرض او انت في بلد الشتاء بتاعت ما فيه الشمس خالص بيقال الاكسبوجر in summer season مدد اطول شوية للسانلايت ممكن يدي store of vitamin d يغطي فترة الشتاء اللي ما فيهاش sunblock او ان احنا لايخد طبعا فود high in vitamin d vitamin supplementation قلنا ان الbreed term بياخد من 400 ل800 international unit since birth ال full term بياخد 400 international unit وبعد كده بعد السنة بياخد 600 international unit دي study جميلة جدا حابوا يشوفوا الامهات لماذا ما بتديش ولادها vitamin d لقوا الات اربع اجابات مختلفة ام تقولك انا معرفش محدش قال لي اصلا ان vitamin d مهم ده لسه مولود ما اقول هتديره ادوية و هتديره vitamin d من دلوقتي ده كان اكتر سبب المجموعة المجموعة الثانية امهات بتردع صناعي قالت له انا بردع صناعي و اللبن اللي معايا بيتامين d ادي ليه هي مش فاهمة انه لازم ياخد at least one litre الام بقى اللي بتردع breast feeding كان ردها كالقاتي breast milk ده صنع ربنا ده الرفرنس بتاعكم في كل حاجة عايزني ردع طبيعي ودي فيتامين d ده مش منطقي على فكرة اللي جبت دي فعلا بعضها بنسمح in our private clinic تمام الحاجة الاخيرة امهات قالت قص الود رخم ما بيحب الشدوى طعمه مش حل بيتف على طول ده كانت الاسباب اللي موجودة عن الامهات طبعا هل احنا محتاجين نعمل screening لفيتامين d اه ممكن نعمل screening لفيتامين d في الاطفال dark skin او لو الامهات deficient او او لديهم مال absorption chronic liver or chronic renal disease او hyperbarothereoidism او anti convulsant corticosteroid نعالج كيف نظر بقى according to global consensus recommendation on prevention and management of nutritional rickets قالوا ان الدوز of vitamin d لعلاج rickets تبدأ من 2000 international unit per day up to 6000 okay القرعة should be given 3 شهور at least وبعد كده نمشي على maintenance dose and should be supplemented also by calcium and people don't know vitamin d which is the regular form of vitamin d not the one alpha hydroxylated form or active form vitamin d which should be oral or to to use injection vitamin d 2 or d 3 الأبحاث قالت أن D3 87% أكثر من D2 في أنه يرفع الـ 25 حيضروكسي كوليكال سفيرول ومرتين ثلاثة مستخدمة فيتامين D وعشان كده كله يفضل D3 على D2 النيوترينت الثاني وده يأخذ 5 سنوات بالضبط فيتامين K فيتامين K كلنا عارفين أنه 2 مئن كاينز فيتامين K فيتامين K1 اللي هو اسمه فايلوكوينون وفيتامين K2 اللي هو اسمه ميناكوينون كلنا عارفين أن فيتامين K موجود في الليفي فيجتابلز وموجود شوية في الدياري بروديكس وارتبط اسم فيتامين K بإيه؟ بالكلوتينج فاكتورز والبليدينج صح؟ القصة بقى أن لأوا أن فيتامين K بالزات K2 هو كو فاكتور لكثير من الإنزايم في الجسم اللي مسؤولة عن الميتابوليزم من الميتابوليزم والبون ميتابوليزم طيب فيه ستاديز أخرى ابتدت تقول أن المرضى اللي يعانوا من فيتامين K بيقيلهم أوستيوبروزيزم يعني دفيشنت في المنرال كنتينت بتاع البون الكلام ده حابوا يشوفوا ليه؟ أو قبل ما نشوف ليه؟ فيتامين K1 شورت تشين شورت هافلايف موجود في الليفر يعني بيتركز في الهيباتيك كونسنتريشن وغرين في فيجتابلز السورس بتاعه الثاني لونج تشين ولونج هافلايف وموجود في الليفر والبون والسورس الرئيسي بتاعه فرمنتد فود والإنتاج من الانستينا الميكروبيوتر طيب إعلقتوا بقى بالعضم العضم فيه في الكولوجين بتاعه أو فيه متريكس بتاعه بروتينز كتير قوي أشهرهم والمست أبندنت هو أستيوكالسين الأستيوكالسين ده موجود في إنرت فورم يعني إن أكتف فورم لازم يحصل له كاربوكسيليشن جاما كاربوكسيليشن في الجلوتاميك أسيد بارت بتاعه بيسموه كده إنزيم اسمه جاما جلوتاميت كاربوكسيليز ده الإنزيم اللي بيعمل جاما كاربوكسيليشن للأستيوكالسين ويعمله بالتالي ايه اكتيفيشن إيه علاقة فيتامين كي تقول غاية دلوقتي إنزاكو فاكتور فور جاما جلوتاميت كاربوكسيليشن عشان كده هوت القصة كالقاتي إن أكتف أستيوكالسين لما يحصل له جاما جلوتاميت كاربوكسيليشن وبمساعدة فيتامين كي تو يتحول إلى أكتف أستيوكالسين الأكتف أستيوكالسين هو اللي بيلم الكالسيوم ويحطه في الهيدروكسي أباتايت كريستل ويدخله في البون إذن باختصار جدا إن كالسيوم عشان يبقى بزوربط من الجي اي تي محتاج إيه؟ محتاج فيتامين دي عشان يبقى بزوربط من الجي اي تي عشان يروح البون ويرصب في البون ويحتاج إلى أن cancerzokino يحصل إيه وهذا عمل theoretical وتحصل بمساعدة الناس فيتامين كي 2 إذن جانبا فيتامين كي 2 هذا الكتاب العمللاي الذين كانوا يتكسرون كثير الذين لا يتكسرون كثيرا أست göz هي العشان ملابا فر Это الذين يت contracting الذين يتكسرون كثيرا الذين لا يتكسرون كثيرا لقوا أن الذين يتكسرون كثيرا أغلب الأستيوكالسين اللي عندهم إن أكتف لأن عندهم نقص فيتامين كي 2 هجبهولك يا أستاذ طيب يبقى فيتامين كي 2 بيأكتفات الجاما جلوتامي الكاربوكسيليز فيساعد على كمان يا جماعة لموليكولر أكشن عند البونز والموليكولر أكشن ده بينشط الأستيوكلاست وينهبط الأستيوكلاست الأستيوكلاست اللي بتعمل البون والأستيوكلاست اللي بتاكل البون My take home message The fetus, infant and children have the human right to be protected against harm دي قملة مشهورة فيتامين D supplementation has the same public health priority as vaccination should be considered that الحاجة التانية فيتامين كي 2 activates osteوكالسين اللي هو بيمسك بيدخل الكالسيوم جوه البون وبالتالي بيعمل أو بيساعد على effective use of circulating calcium عشان كده شركات كتيرة جدا هتبتدي تنزل في الماركت أنا جالي أكتر من شركة عرضوا علي الفكر الجديد هينزلوا فيتامين D3 مع فيتامين كي 2 شركة دواك اللي أنا بتكلم بيها النهاردة نزلوا أول واحد تقريبا هينزل الماركت هو نزل خلاص اللي هو Vita D3 and K2 ده شي عندنا ربعمية انترناشنال يونت فيتامين D و30 مايكرو جرام فيتامين كي 2 قد يستخدم بيستخدم سينس بيرث وقريبا استعمال D3 مع الكي 2 هيحل محل استعمال D3 لوحده برضو هم مدزلين فيتامين D مع لكتوباسيلا سريتري طبعا اللكتوباسيلاي as a probiotic هتنشط الانستينا المايكروبيوتا وتقدر تساعد على إنتاج فيتامين كي 2 وعلى الابزوربشن of كالسيان فدول 2 برودكس can help bone formation finally the primary objective for investment in bone and muscle health care انت ليه مهم قوي انك تنفست in your bone and muscle من early in life أو from early life أولا عشان وانت child وادوليسل تحقق الgenetic potential للbeak bone mass وبالتالي وانت عدلت ما يحصل لكش premature bone loss ويفضل عندك healthy skeleton ولما توصل انك تبقى في الستينات والسبعينات تقدر تمنح حدوث osteoporosis يعني يا دكتور خليل ركز معي في السلايد الجاية أنا بالنسبالي bone health from early life ستتحق your bone mass all over life عشان تيجي في يوم الأيام تبقى زي كده عريس حلو وداخل في ايدك عروسة حلوة في أي مكان تمام العروسة دكتورة سناء على فكرة يعني لا تفتكروا ان انا عملت عاملة ولا حاجة تمام على المحاضرة القيمة وزي ما تعودنا وطبعا شكرا للحضور لحد الآن ما شاء الله